افتتح الشيخ محمد بن حميد القاسم رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية فعاليات دورة الحادية والعشرين من مهرجان سنابل المحبة الذي تنظمه مدرسة الوفاء لتنمية القدرات التابعة لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية حضر حفل الافتتاح منا عبد الكريم اليافعي مدير المدينة وسعادة راشد علي راشد ديماس السويدي المدير العام والمفوض بيت أصدقاء المرضى الخيري بالشارقة وعدد من المسؤولين وطلاب ومعلمي مدارس وزارة التربية والتعليم الخاصة والحكومية وأولياء الأمور